على قدم وساق وترتيبات أمنية مشددة في العاصمة المغربية الرباد تسبق وصول البابا فرانسيس في زيارة هي الأولى من نوعها للحبر الكاثوليكي الأعظم الحالي للمغرب حامل رسالة سلام ودعوة للمحبة على خطى سلف القديس يحن بولث الثاني سأجيء كحاج للسلام والإخوة في عالم ما أحوجه لهذه القيم إننا كمسيحيين ومسلمين نؤمن بالله الخالق والرحيم الذي خلق البشر وجعلهم في العالم حتى يعيشوا كإخوة محترمين بعضهم البعض في التنوع ويضم برنامج زيارة لقاء البابا فرانسيس بالملك محمد السادس وزيارة معهد محمد السادس تكوين الأئمة والمرشدين ولقاء بالمهاجرين المسيحيين وعدد من الكهنة والرهبان المقيمين بالمغرب على أن تختتم الزيارة بقداس إلهي يرأسه البابا تتجه أنظار العالم إلى المغرب الذي يعد نموذجا قاري ناجحا في تدبير سياسته للهجرة ومساعيه لمحاربة أشكال التطرف عبر مقاربة نوعية ترتكز على إصلاح الحق للديني وتوحيده فدو المرابط قناة الغد الرباط اشتركوا في القناة